عارف انت التشوه البدني ايسر بكتير من التشوه النفسي ولذلك من اكتر الحاجات اللي بتشوه الانسان داخليا هو تشوه تعرضه للعورات ولذلك المفهوم الاباحي ده بيعمل هذا التشوه وبيخلي الانسان يتعامل مع نفسه ومع غيره انا اسف يعني على انه سلعة وتظهر هنا بقى ظهر التسليع الانسان صحيح احنا في ظهر التسليع الانسان جزء كبير منها وارد على ثقافتنا وارد كمان على حضارتنا وارد كمان على مجتمعنا بس للأسف اصبحنا كتير مننا بيتبنى ده ومحدش يعتذر يقول ان احنا دي ثقافتنا وده حياتنا بان اكتر الناس اللي بيشاهدوا المواقع دي من اهلنا والناسنا لا احنا فيه حاجة لازم نقوم بيها عشان ما يتمش اختزال الجنسين وادوارهم في حياة بعض في هذه العلاقة الجسدية وتأثر على مفهوم الجواز عندهم وتؤثر على مفهوم الاسرة وتأثر كمان على احتياجاتهم فيبقى الواحد هو في الحقيقة اسير الاحتياجاته وعبد الاحتياجاته ويبقى ده في استمرار لللي قاله حضرت النبي هلك عبد الدينار هلك عبد الخميصة وكمان ممكن نقول امتدادا لكلام حضرت النبي عليك عبد المواقع بيبقى اسير حاسس انه عبد الادمان بيعمل كده بيخلي الانسان يحس بالهوان وبالصغار وبالعبودية وعشان كده ده شكل من اشكال الهلاك ولما نشوف اثر بقى الحاجات دي مجتمعيا هتلاقي في العنف بيزيد بين الزوجين لان هو حاسس انه بيحصلش على متعته لزيته وبتنتقل المسألة من مسألة السعادة الزوجية الى مسألة العنف وتزيد الجرام المجتمعية زي التحرش وخاصة التحرش بالاطفال وكمان الاختصال ازاي بقى نحصن اولادنا من ادمان المواد الاباحية دي دلوقتي بيستخدم بعض المربئين تطبيقات خاصة بحجب المواقع اللي فيها محتوى اباحي وبعض التطبيقات الخاصة بمراقبة نشاط الاولاد على الانترنت وده حل مناسب الى وقت معين ولكن ازاي احنا نمتن داخلهم الوازع والضمير والوعي اللي خليهم يرفضوا الحاجات دي من غير حجب يعني احنا مسألة الحجب دي ممكن تتناسب مع الاطفال غير المدركين لكن مع الاطفال المدركين الحجب مش هي انا بقول لحضرتكم الحجب مش هينتج السمر اللي احنا بنرجوها وعشان كده اول اجراء لازم نربي اولادنا على ان الانسان مخلوق مكرم غالي عند ربنا يعني ايه غالي عند ربنا غالي عند ربنا يعني انت مش هين يتلاعب بيك او تتلاعب بالناس الصحابة لما الصحابة شافوا جده جسده ولقوا رجله صغيرة فتبسموا وضحكوا على رجله الصغيرة لما هو كان طالع عن نخلة فكانوا وكانوا بيعتذر ليهم لرسول الله سبقوا لهم وما عندهم حق قالوا ولكنك عند الله غال انت غالي عند ربنا وعشان انت غالي عند ربنا لازم تكون انسان مكرم ما يعبس بيك ولا يتعامل معك على انك انت ايه على انك انت سلعة ومن اهم معالم تكريب الانسان ستر عورته وجعل عورته محفوظة محدش يتعدى عليها ولذلك الشيطان لما غوى سيدنا آدم وستنا حوى ايه اللي حصل اظهر لهم العورات وكأن احنا عرفنا ان شكل من اشكال ان علامة من علامات تكريم الانسان هو ستر العورته وانا بحب دايما ان انتوا تربطوا ما بين فكرة ستر العورة وكرامة الانسان مش فكرة ستر العورة وان الانسان بيغوى الاخر عشان احنا نجعل الانسان وهو بيسطر عورته وما بيحبش يشوف عورات الناس مرتبط دا بالكرامة سواء كرامته او كرامة الاخرين اشتركوا في القناة